كل فرقة كبيرة سعب يحصل لها ممكن دروب في موتش كده يعني عادي يعني أرسل نتغلب أبي كان من ماتشلسي يونايتد سكور كبير تمامية كل فرقة كبيرة ممكن برشلونا نتغلب من باير مينوخ سكور كبير هي طبعا الكريدت لأستون فيلا أستون فيلا يعني نقطة التحول بالنسبة لهم اللي هما منزلوش السنة اللي فاتت السنة دي مور ارجنايزد فرقة منظمة جدا تعاقدوا مع باركلي من تشلسي تعاقد كان مهم جدا بالنسبة لهم تريزي جي بقى يعني عنده لودج أكبر وخبر أكبر في البريمير ليج فارق معاهم أستون فيلا فرقة كويسة فرقة كويسة جدا طبعا هم يعني أكتر المتفاقين عندهم حتى المشجعين عندهم ما كانوش يتقعوا انهم يكسبوا هذا السكور منحق التانية كانت توقعون ان يكسبوا أصلا؟ اه يعني كان أخيرا يعني ان تعادل يكسب انما يكسب السكور دا هاتش فيهم كانت توقع كلام طبيعا أصلا يكسب ليفر بول طبيعا يعني أكبر هم توقفين هم يتعدلوا مثلا او يحاولوا يتعدلوا انما برضو فيه أخطاء كبيرة جدا في ليفر بول ليفر بول ليفر بول ابتدى ان هو يغير بعض السياسات اللي هو كان ماشي بيها السنة فات كويس جدا ابتدى ان هو يلعب خطة متقدم جدا وفاندايك مش أسرع بسنتردايك يعني فاندايك وجوميز جوميز سيء جدا ابتدى ان هو يغير وقفته في الكورس السابتة سير كانت سنة اللي فاتت كلها بيعمل ميكس بين الزون والمان تومان السنة اللي لعب كلها زون والبيلعب كل حاجات صغيرة تفاصيل صغيرة لكن اللي يخليك تغير وانت بتكسب اللي يخليك تغير وانت بطل يعني في حاجات انت يعني كلوب مش قادر يقفل الملعب وخسرانه واحد واثنين وثلاثة ومش قادر تصلح ومش قادر تتعدل ملعبك مفتوح بشكل كبير جدا من ورا ده سبعة اتين مبارح مع الرقفة هو ابتدى يجري ورا المتش ابتدى يتوتشيس اب دجيم ده ما بيقوله الإنجليز بيجري ورا المتش ابتدى ان هو عايز يعود عايز ان هو وعنده مشكلة برضه يا سيف فيما تشطأ معينة خلي بالك الفرقة تعتبر الوحيدة اللي شفتها في العالم في حياتي ان الباكرايت والباكليفت بيهاجموا مع بعض هسيف معروف القانون في الكورا ان الباكرا عقسين يقف واحد يقف دايما تلاقي ان ارنولد وهو زايد تلاقي روبرتسون مكمل في التننتاشر ده في وقت من الوقت انت لما تكون بتاخد ريسك وتاخده خطرة انما بقت عادة عند ليفر بود وده مشكلة بلا جدا اي فدقة تلعب بجنحين سروعة بلعب على اجمال مرتدة وعندهم مهاجم بيتحرك في ظهر الدفنس كويس يقدر يعمل مشكلة بلا جدا لكلوب وليفر بود